موسيقى النمسة تطرد دبلوماسيين الروسيين بتهمة التجسس الخارجيات الروسية تستدعي سفير النمسة في موسكو البرلمان الأوروبي يفرض قانون صارما على تطبيق الذكاء الاصطناعية تسجيل أكثر من 6 ملايين مخالفة سرعة في العام 2023 طلاب من النمسة يجرون تجربة الصيام عن الهاتف وإيطالي في فينة يفوز بلقب بطل أوروبا لصناعة البيزا مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسة ميديا لهذا اليوم أعلنت النمسة عن ترد دبلوماسيين روسيين بسبب تصرفات غير متوافقة مع وضعهما الدبلوماسية وأكدت الوزارة تورط روسيا في أنشطة استخباراتية ويأتي القرار بسياق تصاعد التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا وكشفت وسائل إعلام عن علاقات بين روسيا وحزب الحرية النمسوي مما أثار شكوكا حول وجود جهاز مخابرات سرية موالي لروسيا وكان ديمتري ليوبينيسكي السفير الروسي لدى فينة قد تحدث عن تدهور العلاقات بين روسيا والنمسا مشيرا إلى أن فينة اتخذت موقفا غير ودي تجاه موسكو أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن استدعاء سفير النمسا في موسكو ردا على طرد اثنين من دبلوماسي السفارة الروسية من قبل فينة وأكدت الوزارة أنه سيتم استدعاء السفير النمساوي إلى وزارة الخارجية الروسية دون تحديد موعد محدد وأعربت الوزارة عن انزعاجها الشديد من هذه الخطوة وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية في الوقت المناسب وكانت الوزارة النمساوية قد أمرت اثنين من دبلوماسي السفارة الروسية بمغادرة النمسا بحلول نهاية التاسع عشر من مارس دون الكشف عن أسباب محددة للطرد وفق البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ على قانون لتنظيم ذكاء الاصطناعي يتضمن قواعد صارمة لاستخدامه ويشمل ضمان الشفافية وتقييد استخدامه في المجالات الحساسة كالتوظيف والطب ويعزز القانون السلامة والموثوقية ويصنف مخاطر التطبيقات على أنها غير مقبولة أو عالية أو منخفضة وأكد أندريا سبينتيج العالم النمساوي بالذكاء الاصطناعي الذي شارك في سياغة القانون تأثير الذكاء الاصطناعي على تكوين أرائنا وقراراتنا وبالتالي له تأثير عميق على حياتنا وفي حال المخالفة يمكن فرض غرامات تصل إلى 7% من إجمال أرباح أجل الشركة ألنت وزارة الداخلية النمساوية عن ارتفاع كبير في المخالفات المرورية خلال 2023 حيث بلغ عدد مخالفات السرعة أكثر من 6 ملايين مخالفة وقد تم التعامل مع بعضها بغرامات فورية فيما حول البعض الآخر للقضاء وسجلت الشرطة أيضا حوالي 1.9 مليون اختبار للكشف عن الكحول مع زيادة ملحوظة في حالات القيادة تحت تأثير المخدرات وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بقواعد المرور لضمان سلامة الجميع وأكدت أن الإجراءات الصارمة تهدف إلى تقليل الحوادث والضحايا أظهرت إحصائيات حديثة من هيئة الإحصاءات النمساوية أن الشباب يقضون أكثر من أربع ساعات يوميا على هواتفهم ولذلك قرر طلاب من المدرسة متوسطة في سالسبورغ اختبار ذلك بأنفسهم لمدة أسبوع من خلال الصيام عن الهاتف واختبار قدراتهم على الاستغناء عن وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب لمدة أسبوع ويشمل مشروع ستين طالبا وتسعى المدرسة إلى تحفيزهم على التفكير النقضي حول استخدام هواتفهم ومن المقرر أن يعود تشغيل الهواتف يوم الأربعاء القادم بناء على نجاح التجربة فاز أنطونيو أرينو من فريق ميو بيتزا في دونوشطط ببطولة إكسلانس جرماني روبيان بيتزا ليصبح بطل أوروبا في صناعة البيتزا وبدأ أرينو رحلته في صناعة البيتزا في سن الثامن عشر عاما وتخرج من مدرسة الفنادق وحصل على خبرة واسعة في هذا المجال حث ثم حصل على دبلوم متخصص بصناعة الخبز الحديث وافتكر تقنيات فريدة تجمع بين التقاليد والحداثة وتعد بيتزا ميو وجهة مرموقة للبيتزا النابولية الإيطالية حيث يقدم أرينو تجربة تذوق مميزة لضيوفه كانت هذه نشاطنا لهذا اليوم ولا تنسوا متابعة برنامج همسات رمضانية من خلال تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا بوسينة سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة